سيدي قبل الاستراح حضرتك كنت بتشرح للمشاهدين والمشاهدات انه ما يذكر في القرآن او الدعوة الى القتال لا تعني بالضرورة ان هي الدعوة الى القتل من الممكن ان تكون هناك دعوة لقتال لكن بدون قتل هذا يدفعنا الى التصدي لمفهوم اخر مغلوط وهو تفسير الجهاد والجهاد في اللغة كما فهمنا وهو بزل الجهد وواضح كمان انه فكرة القتال تعود مرة اخرى مقرورة بالجهاد وهو الفهم المغلوط انه قصر الجهاد على القتال واحده بينما هناك صنوف وضروب متعددة للجهاد ممكن تشرح للناس كيف استلب او تم اختطاف مفهوم الجهاد على انه دعوة الى القتل ودعوة رخصة من الله بانه الجهاد يؤدي الى القتل بامر اله سيدي اولا عايز اقول ان الذين قالوا بان ليس كل قتال امر بالقتل ليس سعد هلالي وانما ابن منظور والزبيدي ابن منظور فسان العرب والزبيدي في تاج العروس وغيرهم من معاجم اللوة عربية الاصيلة اللي اخدوا مادة القتال ودراسوها دراسة مستفيدة وقالوا ان هذا يتعارض امر بالقتل يتعارض مع مقصد خلق الانسان ودين ربنا الرحيم ازاي دين ربنا الرحيم يجعل اتباعه قتله اذا القتل استثنائي القتل دا امر شاز جدا ويجب ان يكون في اضيق نطاق فلاجل هذا يجب تفسير الامر بالقتل او الامر بالقتال على معنى يتناسب مع مقصد الشريعة من حماية الانسانية دا مش كلامي دا كلام الكبار الكبار اوي اللي اتمنى اصحاب الخطاب الديني يرجعوا المراجع دي ويقولوها للشباب عشان الشباب يتعلم اما الجهاد الجهاد ظلم ظلم غير عادي وقدم على انه باب القتال او رديف للقتال فنفتح كتب الفقه عندنا فيه كتب فقه تكتب باب القتال وفيه اكثر كتب الفقه تكتب باب الجهاد ويريدون في داخله القتال لاجل هذا اسيء فهم لفظ الجهاد واصبح من الالفاظ المظلومة اللي محتاجة نصرة من اهل العقل ومن اهل الحكمة الجهاد في اللغة مصدر جاهدة ومن الجهد او الجهد الجهد الطاقة والجهد المشقة نفتح كل قوامس اللي هو عربية تقول لنا كده ان الجهد بذل المشقة وان الجهد بذل الطاقة ازاي اخلي الجهاد اللي هو في اعطاء تميز معين في العمل اقصره على مفردة واحدة وهي مفردة القتال ده انت لو قلت ان الجهاد قريب من الاجتهاد كلام منطقي فلان مجتهد بذل قصارى جهده استفرغ الجهد والطاقة من اجل ان يجتهد فلان احنا عندنا حل بسيط جدا وهو النبي المعصوم عليه افضل الصلاة والسلام كيف كان يتصرف مع مفهوم الجهاد او كيف كان يحدث اصحابه كان يحدث بلفظ عربي حمال وجوه اللفظ العربي حمال وجوه والسياق يدل عليه هذكر في ايات قرآنية وهذكر بعض الحديث عشان نعرف قد ايه ان الجهاد مظلوم الجهاد ده عارف معناه هو ايه ببساطة كده عشان يوصل لكل من يستمع الينا ويشاهدنا الان الجهاد هو التميز الجهاد هو الجودة الجهاد هو يعني القمة في العمل سيادتك زوج قديت عمل على مستوعي قوي مع الزوجة ولقية في المعاملة اذا الزوج جاهد هنا صار الزوج مجاهدا طيب ولما يكون الابن بر بوالديه وبزل قصارى جاهده في انه يكون بر بوالديه يبقى الابن هنا مجاهد في بر والديه ولما قيل اذهب الى والديك وجاهد فيهما ايوه وكذلك في مسألة المذاكرة لما الطالب يشد حيله قوي مش يذاكي المذاكرة عادية لا يحاول يبزل قصارى جاهده هنا بقى الطالب مجاهد او مكتهد طالب العلم ايوه لما يكون الرزق ايوه وفي الرزق كذلك شفت مين المجاهد مش المجاهد المقاتل وتسموا كل مقاتل مجاهد ظلمتوا الجهاد